برحب بحضرتكو مجددا وبرحب بضيفي لمشرفني نهارده سيادة اللواء محمد أشوش أهلا بحضرتك معانا فن أهلا بحضرتك أهلا بيك أهلا بيك يعني رغم سوء الموقف بشكل عام للي بيحصل لأهلينا في غزة إلا أنه الموقف تتطور بشكل أو بآخر بعد خطاب نتنياهو أمام الكونجرس عارك شايف دلي بسم الله الرحمن الرحيم شايف أن الخطاب ده يعني عبارة عن مظاهرة مفتعلة للعلاقة الإسرائيلية الأمريكية الخاصة ولكن بشكل مبالغ فيه يعني خطاب لمدة خمسين دقيقة فيه حوالي خمسين مرة تسقيف بمعدل كل دقيقة ده الشعب الإسرائيلي ما سقفش لنتنياهو أمام الكونجرس ونص التسقيف وقوفا أيوة برضو الكلام ده فيه نوع من المظهرية لها أهداف أخرى نتنياهو دي للمرة الرابعة يقف هذا المكان بيعتبر نفسه يعني أول حد في هذه الموقف صاحب مكان صاحب مكان بأنما المكان ده ممكن يقف أخرين يعني أردغال ممكن يقف الموقف ده خاد المكان ده ولكن هم في ذهنهم العلاقة الخاصة الإسرائيلية الأمريكية مفيش مزيدة عليه مش محتاجة مزيدة عليه سواء كان في الخطاب أو في غير الخطاب للاقا الأمريكية الإسرائيل إسرائيل الأولاية رقم 51 الدعم كاملا في كل المجالات ولكن الجزء الشكل كان مبالغ فيه وكان يعني يصل لمرحلة أن يكون مقذز يعني متأسف على الكبير يعني زي ما قولت حق الجزء بتاع التصفيق المحتوى نفسه اللي تقال فيه فيه كلام مالوش لازمة يعني عشان تبرر اللي بيتعمل في غزة فتقول ما معناه ما معناه أن لو مات رجال وشيوخ وأطفال فهم ما معناه يستهلوا عشان هما بيدعموا حماس اللي حتى ما قدمهاش وعشان يبقى الكلام كده يقوم يسقط على فيتنام يسقط أمريكا وفيتنام أن يعني إذا كان هنا القتل للمدنيين مسموح فهنا القتل للمدنيين مسموح هذا الأسلوب أسلوب رخيص في التعبير حضرتك لكن الكلام ده بني عليه كدير على الخطاب كل الخطاب عاوز يقول إذا كان إحنا بنحارب الإرهاب فأمريكا بتحارب الإرهاب هو عاوز يقول كده وبالتالي إحنا بنحارب عدو واحد والعدو واحد ده بتدعمه إيران السيناريو بقى اللي تحط في المحتوى ده كله معظم وملهوش لازمة لكن هو يسوق نفسه ويسوق الانتخابات القادمة ويلعب على الأحبال من القادم فيكلم بايدن بأسلوب يكلم كاملة بأسلوب يكلم ترامب بأسلوب طيب في ناس شايفة وربطت ما بين خطابه من وهو هناك وما حدث بالصدفة بالتزامن درشن وفيش حاجة بالصدفة بالتزامن في لبنان شايف اللي بيحصل في لبنان ده إزاي وممكن يوصل بإيه لقدر الله هل ممكن تحصل حرب على أرض لبنان التوجه العالمي بيقود غصب عننا إلى التوسع في الحرب وإلى زيادة الرقع وإلى زيادة أطراف أخرى أو زكاة الأطراف نفسها موجودة معدل أداء الأطراف القتالي بيزيد في اليمن بيزيد في لبنان بيزيد في العراق بيزيد في الجولان دلوقتي بيزيد فالدائرة الدعم الغربي أيضا بيزيد اللي كان موجود في الشرق المتوسط موجود غيره في البحر الأحمر موجود في بحر العرب فالدائرة الزيادة دي ده شيء مقلق ده شيء مقلق هو برضو البناء على ما قيل في الخطاب بيمهد أن هذا التصاعد لو حصل فنحن جهزين هو عاوز يقول هذا الكلام وهو سوق للكلام ده قبل وهو نفسه في الولايات المتحدة يعني الإعداد للتوسع في الحرب ضد حزب الله قاله هو هناك كده قلت بالتزامن قاله وقاله وزير دفاعه وقاله المتشددين اللي عنده وزير المالية ووزير الأمن القومي اللي هم تكلموا بالكده على النووي وتكلموا على أنه لكن الكلام ده برضو كان نتنيه هو أخذ نقطة قبل الخطاب أن التصويت اللي تم في الكنيسك يعني أنه ما فيش دولتين ما فيش دولة فلسطينية ودولة خد أصوات 109 صوت أي من الـ 120 نعم ده توجه خطر أنه ده التوجه الإسرائيلي يعني اللي بنتكلم على حل الدولتين لو 50% 50% بمقبول لكن فيه سواد أعظم من المتشددين كده معظم الإسرائيل متشددين في اتجاه أنه ما فيش دولة فلسطينية أي وهذا الكلام يهدم القضية لأن القضية تبنى على دولتين كيانين والأمريكا قالت هذا الكلام لكن يبدو أن اللي بيقول الولايات المتحدة والدول الكبرى الداعمة لا يلقى الخطوات التنفيذ يعني ممكن نعمل منهج حننفزه إزاي أو زي ما بتكلم على اليوم التالي نتكلم على اليوم التالي اللي وقف في الحرب ونتكلم على اليوم التالي اللي يحل القضية على مستوى غزة وعلى مستوى فلسطين هذا الكلام ده مش موجود مش موجود